اشتركوا في القناة يقضي ببدء التحقيقات والسير في المحاكمة قبل ان تكشف جريدة الاخبار ان السفارة الامريكية في بيروت بدأت العمل حثيثا في الخفاء من اجل تهريب الفخور الى الولايات المتحدة بذريعة اكتشاف اصابته بمرض السرطان العميل عامر الفخوري ايقونة التعذيب رمز العمالة الحاصل على دكتوراب التطبيع وكهربة المزيونين بتناصر فالد بيقولوا هلأ ما بعرف مين هني بس بيقولوا انه فجأة الزلمة مرض وانضرب وصل معه قانسر هلأ اذا كان فعلا مريض الله بيستفل فيه يعني فيه ربنا سبحانه وتعالى بيعرف كل واحد شو بيستهل وبيعطيه على ادنيته بس انا يا خيك امو طلال الصيدير ومش مرتاح مش مرتاح الان انا يعني فيه شي عم بشقني بجسمي وبقول لي انه يا امو طلال هيدا فيلم هندي مترجم عبري انه شو هالكانسر اللي طلقه اول ما وصل على لبنان هك فجأة سبنتانيوس يعني يعني كيف يعني مهان كمان فيه برامي الجزمة يعني هي مش انفلونزا فشأة صار الحد خطرة فشأة صار بده مستشفى وبكرة بصير بده علاش برات لبنان وفشأة بيقطعوله تيكت بيزنس حرام عمشان مريض كانسر وفشأة بكرة بصير بأوروبا عم ياخد سلفي بالتخط وفشأة من أوروبا بيختفي بالظروف غامضة عمشان برات لبنان ما حدا بيقدر يوصله وفشأة بيقطع تيكت على اسرائيل وفشأة بيطلعنا بالفيديو هو أفخاي أدرعاي من الآخر يعني بقولنا بقرة خدوا يا لبنانيين مش أنا اللي بدي علاج انتو حقيقة اللي بديكن علاج هيدا الزلمي من أول ما اللقاطوا فيه أكل هوا بالموضوع أكسلي أكل خضر يعني بحقيقة خلينا نقوله مو متل ما هي أنا موضوع عمشان كتير ناس زعلت لأنه اللقاطوا كتير ناس عم تدافع عنه ساعة أنه سقطوا الحكم وساعة لأنه ممعه ممعه جنسية مع إعادة العمر على لبنان ضد التطبيع بس ما عنده مشكل أديولوجي مع إسرائيل ضد الاحتلال بس مع حق إسرائيل أنه تعيش بسلام يا حبيبي يا أمور انت هل كلهم دونت ماكس يعني بيصبطاش انت لازم تعرف حراخ يا أبيض يا أسود يا قلان يا كلسات في قشل نص بالنص يعني يا ريال مدريت يا باشا لولا يا فيشتاريان يا سودانية يا فيروز يا علي الدك ما بتصبطش التجر بالمخدرات وتروح تبني من أرباح المخدرات جامع ما بتركباش بعدها مش طاولة حوارية عمشان ندور الزواية فيها يا أخوان يعني أسي ما عندك مشكل أديولوجي مع إسرائيل عندك مشكل شو معه هم؟ مشكل شو فهمنا أنه سرقولنا صحن الفتوش مثلا يعني صبط شو أساس سرقوا صحن الفتوش ما هو أساس المشكل أديولوجي وفكري وسقافي وفني وعقاضي وكل شيء بي كلير يا بيبي عميل أرنط عميل عدو أرنط عدو سلام أرنط سلام مقاومة أرنط مقاومة هالآب ومهما كانت الصدوب محدا يفكر أنه فيه صغلنا وشعرنا بهالمرحلة لكل لبنانيين هو لكل لبنانيين هو حيكون مش حنطوب زياد تحميل مش حنسامح العامل تحميل التطبيع يعني صالح على كلمة التطبيع جود إيفنج يا العمر والتطبيع أفضي بادين